السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع فيديو جديد أنا محمد عليها يارب تكونوا بصحة وعافية وخير مهم جدا نصلي على النبي المصطفى الهادي فيديو بتاع النهاردة مهم جدا يا جماعة هنتكلم فيه احنا أصلا قبل كده شرحنا في أكتر من فيديو الفرق ما بين شاشات الأندرويد الشاشة العادية والشاشة السمارت والشاشة السمارت أندرويد وشرحنا قد إيه إن الشاشة السمارت أندرويد بتكون افضل انواع الشات في انها بتساعتك بصورة كبيرة انك بيكون عندك مجال مفتوح المصدر بتقدر تنزل مجموعة كبيرة من التطبيقات بتقدر انك تكون يعني دايما اي تطبيق جديد بتنزل بيكون متاح ان انت تنزله طالما متاح للاندرويد وزي ما عرفنا ان مجال الاندرويد مجال مفتوح جدا فتقدر تنزل مجموعة كبيرة من التطبيقات النهاردة انا شرحينا على شاشة LG ازاي ان احنا هنقدر بطريقة بسيطة ان احنا نزل تطبيقات من خارج المتجر او هنشوف مجموعة من التطبيقات الجديدة اللي بتقدمها لنا بعض الوسائل نقدر ان احنا هنحملها هندخل للشرح على طول انت لو دخلت على المتجر الخاص تطبيقات LG او دخلت على المتجر عموما وطبعا المتجر هنا عندك اكتر من المتجر او انت على شاشة سامسونج فهتلاقي المتجر الخاص بسامسونج وفي الا جي هتلاقي المتجر الخاص بالانت شو WAY هنا مجموعة محدودة جدا من التطبيقات لكن لو انت على نظام Beb اكبر من التطبيقات انت دلوقتي على المتجر الخاص هنا هتلاقي مجموعة كبيرة من التطبيقات هنا ممكن تصنفها من الجنب من هنا. كل التطبيقات Magic وانت احتاج لكل ايه حاجات יש وتقدر عمليات تنزيل وتستمتع حصلة بها طيب في مجموعة من التطبيقات مش موجودة هنا وليكن كالتطبيقات اللي بتشغل رابط الاي بي تي في تطبيقات كتيرة الحاجات اللي هتلاقي فيها مشاكل مش هتلاقيها موجودة على المتجر الرسمي ومش هتلاقيها شغالة بطريقة رسمية طيب ازاي بقى اقدر ان انا انزل تطبيقات جديدة للشاشة الخاصة عندي او ان انا اوصل لمجموعة اخرى من التطبيقات غيري اللي موجودة معايا على المتجر الخاص اللي جي انا عايز انزل من برا المتجر ده نفس الكلام مع سامسونج وانت طبعا هتلاقي التطبيقات بتحدث بشكل كبير ودي التطبيقات الرسمية ودي التطبيقات الامنة طيب فيه طريقة تانية تانية ننزل بقى التطبيقات يا محمد اه ده بيكون عن طريق مجموعة من الروابط او المحاكيات برنامج بينزلك روابط تقدر تنزل بيها تطبيقات وروابط البرنامج ده البرنامج ده دايما قابلة للتحديث طيب ازا اني نزل البرنامج ده البرنامج ده بسيط جدا كل اللي هتعمل ونك هتروح هنا لعلامة السيرش وهتكتب ميديا ستيشن اكس ميديا ستيشن اكس ده عبارة عن لينك ما بين مجموعة جديدة من التطبيقات تقدر انك تنزلها وتتطلع بها زي ما احنا شايفين هنا في كتير من الزملاء اللي شرحينه على يوتيوب والبرنامج ليه شروحات كتير جدا وده واحد من الشروحات هتلاقي البرنامج بالشكل ده كده هتدوس عليه البرنامج عشان انا نزلته هيفتح معايا على طول اول ما البرنامج بيفتح بتبدأ انك تضيف لينك طيب هضيف لينك ازاي للبرنامج وهجيب اللينكات ده منين اللينكات دي كلها اسفها لك في الوصف معايا اكتر من لينك باكتر من طريقة هنجرب اللينك الاكسر تدولا والشائع جدا والمنتشر واللي فيه مجموعة كبيرة من التطبيقات واللي من خلاله هتستفيد بصورة كبيرة كل اللي هتعمله البرنامج اول ما يفتح معاك هتروح للتلات نقطة اللي موجودين فوق دول من التلات نقطة اللي موجودين فوق دول هتروح لي الاعدادات الخاصة بالبرنامج هتبدأ تختار جديد هتضيف اللينك الخاص بالبرتنار اللينك اللي موجود فوق ده اتقدر انك تضيفه كمان وتعتمد عليه هنمسح الكل بالشكل ده كده هنضيف اللينك الاكثر تداولا واللي فيه مجموعة محترمة من التطبيقات اللي مش موجودة على المدجر الخاص بل جي ده اللينك اللي موجود معانا ودوس العلامة صح لو اللينك مكتوب بطريقة صحيحة هيقولي ان هو قدر ان هو يعمل لينك بالشكل ده كده هيدخلني على التطبيق زي ما احنا شايفين التطبيق ده بيتيح لك مجموعة من التطبيقات تقدر ان انت تحملها على التطبيق اول حاجة فوق عندك الخاصة بالتطبيقات واللينكات البرامج الموجودة والبرامج المتاحة هتلاقي حوالي اربعين تطبيق تقدر ان انت تنزلهم وتعتمد عليهم اي تطبيق هتبدأ ان انت تضيفه على البرنامج هيبدأ ان هو يظهر معك انت هتدخله من داخل البرنامج وليس من الخارج هنجيب مسلا اوتيتي بلاي واللي هيكله شرح معنا بعد كده ان شاء الله هنختار اللغة الخاصة بالتطبيق هتختار الكود اللي انت عز تدخله على التطبيق هتبدأ تدخل الكود اللي موجود معاك عشان يبدأ اللينك زي ما احنا عارفين ان التطبيق ده بيشغل روابط الاي بي تي في فهتلاقي التطبيق شغل معاك بدون اي مشكلة لو جربنا نضيف تطبيق تاني او نضيف برنامج تاني عشان هنشغله هنرجع كده للمينيو او للقائمة الرئيسية هنزود تطبيق تاني انا عايز ان انا اضيفه وليكن بالشكل ده كده تم اضافة التطبيق زي ما احنا شايفين اي تطبيق بقى هتنزله هيتم اضافته وهيكون ظاهر معاك بالشكل ده كده وزي ما احنا شايفين ان كل لينك بنضيفه بيغلب عليه اللغة اللينك اللي احنا ضفناه بيبدأ يغير حسب اللغة وحسب البلد اللي موجود معها اللينك طيب نجرب طريقة تانية او نجرب لينك تاني مع بعض عشان نعمل التحديث يكون ظاهر معنا ويتم عملية تاكيد وناخد الخطوات كلها مرة تانية هنرجع تاني للاعدلات احنا بعنا عارفين مكان كل حاجة معنا لينك الجيد هنبدأ ان احنا نضيفه هنمسح ده خالص كده ونضيف اللينك التاني وبعدين ضد كده تم اضافة اللينك هنلاقي اللغة اتغيرت وبدأ يرجع للغة الاجنبية دي مجموعة التطبيقات اللي موجودة على اللينك ده لتطبيق مسلا بيشغل مجموعة من الافلام هيبدأ يشتغل مع بعض زي ما احنا شايفين طبعا كل الحاجات دي متوقفة على سرعة الانترنت اللي موجودة عندك وطبعا لو عايز تعرف توصيل الانترنت اللينك اللي موجود عندك فهيشتغل كلها اغلبها بيكون بس مباشر زي ما احنا شايفين هيبدأ ان هو يشتغل معاك ويروبوتك بمجموعة كبيرة من المحطات من خلال اللينك اللي احنا شفناه هتوصل بقى لكل اللي انت عايزه هنا مجموعة من المشاغلات وهنا الرئيسية وزي ما اتفقنا ان كل واحد من دول بيكون لي مجموعة من اللينكات لتصحبها وتشتغل عليها وعشان تحرك التطبيق من مكانه في القايمة الرئيسية زي ما شرحنا قبل كده وتعلمنا مع بعض كل اللي بتعمل انك بتعدل القايمة بترجع لاخر حاجة فيها للتعديل بيبدأ ان هو يحركهم لك حسب الحاجة الاكسر استخدامة زي ما احنا شايفين هاجينا التطبيق الاكسر استخدامة في المقدمة او انك بتعملها بالطريقة التقليدية التعديل اليدوي